أحلى مسعى النصر تطلب بريكينج باد حاجة هي أوستيك ومشدودة على نفس القلب براين كرانستن موجود مخدرات موجود غسيل أموال موجود زوجة فقرية عملة تقريب فيه وفينا موجود حاجة هي عربون محبة لغاية بس ما دهان ينشف وحلقة الموسم الخامس تطلع على طول لديك أموال موجود ميزر أو موصلة بيبتدي مع أفراد العصابة الصغيرين وبيتطور من خلالهم عشان يوصل للمعلمين الكبر ومع كل طبقة بيخترقها علاقاته في العصابة بتتطور وبتتشعب عشان توصل كمان لرجال الأعمال والبنوك الكبرى اللي بتتعاون مع العصابة في عمليات غسيل الأموال والأحداث بتتقدم علشان نشوف لو ميزر حينجح في أنه يوقع على الرؤوس الكبيرة ولا لأ وإيه هو التمن اللي لازم يدفعه عشان ينجح فيلم The Infiltrator شبه أفلام كتير كانت بتدور عن محاولات الشرطة لزرعة أحد عناصرها داخل صفوف العصابة اللي بتحاول توقعها أفلام عالمية زي The Departed وأفلام مصرية زي أرض الخوف ولكن الفيلم الأقرب لفيلمنا النهاردة هو دوني براسكو وجه التشابه الأهم بيتلخص في مدى الارتباط اللي بيتكون ما بين شخصيتنا وما بين أفراد العصابة على المستوى الشخصي والعائل شخصيتنا بتعدي بمراحل كتير بتبتدي بداية مضطربة وبعد كده بتنجح في عملية الاختراق وبعدين بتتطور في عملية الاختراق لغاية لما بتوصل لمرحلة الحسب وبنستعرض أخر كل مرحلة على طبيعة ومصير شخصيتنا من الأخطار اللي بتحيط به شكوك من بعض الناس اللي حواليه الغضب العام اللي موجود عند امراته وبعض الخلافات مع باقي فريق العملية الانتقال من مرحلة المرحلة مهم طبعا ولكنه في النهاية مجرد حدث الأهم اللي احنا كم مشاهدين هو الاخر بتاع كل مرحلة لأن هو دا اللي فيه شغل دراما وفيه شغل تمثيل وفيه شغل إخراج والحقيقة نجاح الفيلم في تقديم الاخر دا متفاوت ما بين مراحل الفيلم في البداية كان كويس جدا مع اكتفاءه بنقل نظرة وقعية يشبه فقط القلق والتوتر وكان ممتاز بشدة في تسلسل النهاية اللي مقدرش حراءه طبعا لكن أؤكد لكم ان هو كان رائع جدا على جميع المستويات في النص بقى كان ممكن يبقى فيه أحسن من كده بكتير كان ممكن يبقى فيه أحسن في توضيح كيفية إيجادة ميزر لعملات غسيل الأموال واستعراض لأدواته فيها كان ممكن يبقى فيه أحسن في استعراض الآخر النفسي للتجربة على ميزر في ظل الاختيارات الصعبة اللي هو بيواجهها وكان ممكن يبقى فيه أحسن في خلق ارتباط مش سطحي ما بينه وما بين أفراد العصابة علشان يمهد بشكل مناسب لمرحلة الحصب بدون مفاجأة الكوميديا السعيدة التسلسل النهاية وبدون الأداء التمثيل الرائع من الجميع في نفس التسلسل أغلب اللي حصل ما كانش حيلائي تفاهم واستيعاب كامل من المشاهد الفيلم من بطولة براين كرانستن وكتير من سمات شخصيته في الفيلم ده شربة من شخصية والتر وايت وده مش عيب على فكرة الممثل بيجتهد بشدة عشان يخلق شخصية متميزة وما فيش أي مشكلة في أنه هو يحاول يستثمر النجاح ده المشكلة بس لما بيحصر نفسه فيها وأظن أنه ما فيش قلع على براين كرانستن من الموضوع ده كرانستن بإمكانياته ما حسستنيش بغربة في أغلب فصول الفيلم واللي كتير منها كان فوضوي ويمكن ينضمله في القدرة دي جون لجويزامو مهضوم الحق دائما دايان كروجر قامت بدور زميلة ميزر وخطيبة مسالة الوهمية وسهمت كتير في خلق أبعاد لعلاقتهم الاجتماعية مع أفراد العصابة قابلة للتصديق رغم عيوبها كتير وعموما جانب العصابة على مستوى الشخصيات والتكسيد كان أفضل من جانب البوليس كله وخصوصا في المستوى الأقل في الهرم القيادي للعصابة شوفنا فيه شخصيات كتير عابرة اتقدمت بشكل كويس جدا سيناريو الفيلم منقول عن النص الأصلي لتفاصيل العملية اللي كتب روبرت ميزر الحقيقي واللي نقالته هي إيلن سو براون في أول تجاربها على الإطلاق والحقيقة هو عمل مش موافق قوي لأن احنا عندنا بداية ونهاية مقرمشين وحلوين ولكن للأسف عندنا في النص حاجات كتير طعمها حلو ولكنها معجنة وملخبطة في بعضها شوية مخرج الفيلم هو براد فيرمن اللي عمل قبل كده دا لينك اللوير وهو فيلم حلو قوي قوي وعمل كمان رونر رونر اللي للأسف مش وفتهوش صفات وسمات عالم المخدرات والعصابات في التمانينات مش من الأشكال المعتابة قوي سينمائيا مش زي السبعينات مثلا اللي هرسها مارتين سكورسيزي وده ادى الفيرمن الفرصة ان هو يستعرض أبعاد من إبداعه في الأجواء والعربيات واللبس والمزيكة والشعر وكلها خرجت بشكل موفق جدا بس يمكن أفضل بصمته في الفيلم واضحت في تسلسل النهاية الرائع زي ما قلت واللي ازداد تميزا مع موسيقى كريس هاديان وطريقة توظيفها الممتازة جدا فيلم دي انفلتريتر حلو ومسلي إلى حد كبير وفيه عناصر سينمائية كتير موفقة ومثيرة للإعجاب ولكنه افتقد للعمق الكافي في بعض المراحل المهمة واتكل بالكامل على وزن الممثلين بطبوعه علشان ما يقعش في فخ الفوضى عشان كده تقييمي للفيلم هو 7 من 10 والحقيقة براين كرانستن لو شد عضلاته التمثيلية في أي فيلم في الدنيا تقييمه عندي مستحيل ينزل تحت الدرجة دي مناقشة الحلقة في رأيكم ايه هو أفضل فيلم أقدم أحد عناصر الشرطة وهو بيخترق صفوف عصابة ويبقى واحد منهم ياريت تعرفوني في الكومنتز شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة عشان تجيلكم الحلقات أول بول وياريت تتابعونا على فيسبوك وسناب شات وتويتر ولو عوزين تتعرفوا على أحدث الحلقات اللي عملناها على فيلم جامد استنوا شاشة اللي جاية باي باي